السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاج ازايكم وعمليني اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله الفرق ما بين البروتين الحيواني والنباتي بص اولا كل الناس عارفة ان البروتين الحيواني هو ضرب بافضل حاجة لبنى العضلات واكتساب البروتين وهكذا نيجي الاول نشوف البروتين البروتين مكون من حوالي من 20 او 22 حمدة اميني ودي ما اعطيتش اللي احنا هنتطرق لها قوي او نحنا نركز فيها اللي احنا نركز فيه اللي هو الجسم بيقدر يكون من العشرين دولت حداشر حمدة اميني يعني الجسم يقدر يكون يخلق او يصنع حداشر حمدة اميني اما فيه تسعة الجسم بيقدرش فبيحتاج ان هو يجيبهم من بره او ان هو يدخلهم من بره التسعة دولت ان هو حاجة اسمها essential amino acid اللي هو الاحماض الامينية الاساسية الحداشر اللي جوه الجسم او الجسم بيصنعهم اسمها non essential amino acid التسعة الامينو acid او اللي هو essential amino acid اللي هو التسعة اللي بيحتاجه من الجسم بتبقى موجودة كلها في الحيواني اللي هو المنتج الحيواني زي مثلا اللحمة السمك الفراخ دي بتبقى موجودة التسعة احماض اميني اما بقى البروتين النباتي فبيبقى ما بتبقاش الاحماض الاميني دي كاملة بمعنى يعني مثلا الفول يكون مثلا فيه ستة الشفان يكون فيه سبعة البطاطا يكون فيها اربعة فول السوية ده الوحيد يعني اللي فيه تسعة امين واسد اللي هو فيه فول السوية ده فيه تسعة كاملين لكن مثلا انت يعلم مثلا نقول نول عدس الحمص وهكذا طب اعمل ليه هل ينفع كوتش ان انا اكمل او ان انا ابني عضلات ببروتين نباتي ايوه ينفع بس تنوع ما بين الاثنين بمعنى يعني لو انت مثلا كالت فول وحمص فالاثنين يعملوا التسعة امين واسد اللي هما يكملوا التسعة امين واسد بس خب بالك الفرق ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني البروتين الحيواني بيبقى اسهل في امتصاصه في الجسم الجسم بيمتصه بسرعة عشان الجسم بيعرف يتعرف عليه بسرعة اما البروتين النباتي في الجسم بياخد وقت شوية ويبقى اسعب شوية في امتصاصه وثانيا اسف شüğون من البروتين الحيواني بين الناباتي البروتين تصبح ميجلاته وايضة عامية وايضة الايضة غمت في واضح الدخن البروتين هاهه اinea بيبقى سعراته وأيضا وما البروتين الناباتي سعراته عالية لا تزود بزودة كثيرا حتى سعراته كثيرا أيضا لا ي люблю َ مening ولكن هاهك خصيص لو احتاجه لجرعات أولئ لذلك لو كترت فيه هتتخن هو ده اللي بقول هور فده بس الفرق اللي ما بين البروتين الحيواني والنباتي ولو فيه اي تعليقات او فيه اي حاجة هتوشهمة ياريت اكتبها لي في الكومنتات واتمنى تكون وصلت المعلومة بأسرع وقت وحاجة سريعة وان انت تبقى فاهمة على طول شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي وساش تعمل لايك وتشترك معه في القناة والسلام عليكم واختبارك اشتركوا في القناة